خلوني هستأذنكم هنروح لمقتطف صوتي اخر وفي هذا المقتطف الرئيس اتكلم على تطورات المشهد الدولي من الكورونا مرورا بالازمة الروسية الاوكرانية وصولا الى انعكاسات ده على العالم كله كويس؟ طيب الرئيس اتكلم على هذه الازمة وتداعيتها وتحليل كان مختصرا لهذه الازمة لكن كمان ازاي هنقدر نواجه الازمة وهو الامر شديد الاهمية اسمع شوف وهنرجع نكمل الكلام ان تطورات المشهد الدولي خلال الاعوام القليلة الماضية حملت للعالم باسره ونحن جزء منه احداثا غاية في التعقيد بدأت بجائحة كورونا ثم الازمة الروسية الاوكرانية وهي تطورات لم تحدث منذ عقود وباتت تنزل بتغييرات كبيرة على المستوى الجيوسياسي والاقتصادي الدوليين هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على الغالبية العظمى من دول العالم وفي مصر كان شاغلنا الشاغل منذ البداية هو كيفية تخفيف اثار الازمات العالمية على الداخل المصري وكان التوجيهات المستمرة للحكومة هي تحمل الجزء الاكبر من اعباء وتكاليف الازمة وعدم تحميلها للمواطنين باقسة ما تستطيعه قدرتنا طيب اظن احنا سمعنا الكلام بتاع الرئيس دلوقتي سمعناه يمكن كمان لما كان بتتعرض الاحتفالية بالكامل على شاشات التلفزيون وبشخصي المتواضع انا والحاضرين الكرام سمعناه يمكن الصبحية ولازم تقعد تفكر حبتين وكل القصة كل اللي مطلوب مش بقولك اجتهد المنطق بس يعني حتى الرئيس قال ولن اسمي دولا بعينها لكن ده احنا بنتكلم على واحد من اكبر اقتصادات العالم عنده ازمة خد بالك بقى واحد من اكبر اقتصادات العالم جوجل سهل اكتب الازمة على جوجل هيطلع لك القصة ايه عنده ازمة في الوفاء بالدين الحكومي ده مش بس كده لو هذه الدولة او هذا الاقتصاد لم يوفي هذه الديون ده هيؤدي تبقى برضو للتقارير الدولية المتخصصة الى المزيد من الصعوبات في الازمة الاقتصادية الدولية لانه هيبقى لها انعكاسات برضو على العالم يعني هذه الدولة باقتصادها الضخم المهول لو موفتش بالمديونية الحكومية بتاعتها هتبقى فيه مصيبة فوق المصيبة السؤال مين اللي بيزرع في دماغك لا هي مش مين ليه تسمح لحد بجد يزرع في دماغك انه اصل الازمة داخلية ازمة ايه اللي داخلية